أهلاً أعزائي المشاهدين من واصل دراستنا في عزة المسيح على الجبل الموضوع ملكوت السموات وأنا بتكلم من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس هذا الملكوت أو يوجد جانبان لهذا الملكوت الحاضر وأيضاً في المستقبل الرب يسوع قال إن كنت أخرج الشياطين فقد أقبل عليهم ملكوت الله والكتاب يتكلم الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته هذا الملكوت أحبائي بكل بساطة بيبتدأ بعمل الرب يسوع المسيح في القلب والكيان فنتغير ونتجدد فيصبح المسيح ملكاً ورباً على حياتنا ثم هذا الملكوت مستقبلي الرب يسوع مش بس جاء ليخلص لكن الخلاص الكامل إنهائي في مجيء ثانية عندما يرجع كما يقول الكتاب سيأتي بمجد عظيم أو كما قال سفر الرؤية ممالك العالم صارت للرب ولمسيحه فإذن الرب يسوع رح يرجع ليملك ويدين طبعاً ورح يستمر هذا الملكوت مع المسيح إلى أبد الآبدين ديناميكية هذا الملكوت إنه بكل صراحة تعليم الملكوت الجديد الناس اتغيرت والناس شفيت والناس اتباركت والناس اتحررت أو كما قال يسوع العمي يبصرون والعرج يمشون والصم يسمعون والبرس يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وكان يصنع خير ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس فدايماً في ديناميكية لهذا الملكوت ترجمة نانسي قنقر